مباراة الأهل والزمالك إن شاء الله يوم 19 في بطولة الدوري إن شاء الله الأهل يكون موفق في هذه المباراة اللي حتقام على أستاذ القاهرة الدولي بإذن الله تعالى النهاردة الاتحاد المصري للكرس القدم أعلن بشكل رسمي تعيين الأسباني خسي لويس مونيرا حكم للقاء الكمة وهو اللي حيدير هذه المباراة بعد مخاطبة خمس دول أوروبية لإستجدام حكم أجنبي وكان فيه حكم إيطالي قريب جدا أنه يجي لكن يعتذر في اللحظات الأخيرة فخلاص تم الاستقرار بشكل رسمي إن خسي لويس هو اللي حيكون حكم هذه المباراة الحكم ده مولد 19 مايو 83 عنده 39 سنة حصل عشر دولية في عام 2019 أدار أول مباراة في الدوري الأسباني في 22 أغسطس 2016 بين سلتا فيجوة لجانس وأدار أول مباراة له على المستوى الأوروبي في 1 أغسطس 2019 وكان ذلك بين فريقي فيترول كونسلتانتا الروماني وجينت البلجيكي في الدوري الأوروبي كمان اختير الحكم الأسباني كحكم مساعد بتقنية الفيديو في بطولة كوبا أمريكا 2021 وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار فريق من الحكام الأوروبيين لإدارة مباراة في كوبا أمريكا في موسم 2021-2022 أدار حكم 20 مباراة في الدولة الأسبانية أشهر 83 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء واحتسب 8 رقلات جزاء وأدار لبنشونة مواجهة في 22 مايو 22 ديد فيا ريال بشكل عام أدار الحكم في الليجة 116 مباراة أشهر 508 بطاقة صفراء و21 بطاقة حمراء بشكل مباشر و10 بطاقات حمراء نتيجين عن بطاقتين صفراء وإحتسب 37 رقلات جزاء أدار سياسة مباراة في الدولة الأوروبي أشهر خلالهم 15 بطاقة صفراء واحتسب رقلاتين جزاء وبالنظر العدد لبطاقات الصفراء نجد أن الحكم يشهر بطاقات الصفراء بشكل مستمر ومتكرر في الدولة الأوروبي أدار لقاء وحيد أشهر بطاقة الصفراء مرتين واحتسب رقلات جزاء بشكل عام وبمختلف المسابقات أدار الحكم أسباني 252 مباراة أشهر بقى عدد كبير من بطاقات الصفراء والحمراء وكلام من ده وفي المنطقة العربية أدار مباراة واحدة كانت بين السعودية والجزائر في 9 مايو 2018 وخلصت بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 2-0 الأهم بصراحة أنه يكون موفق في مباراة الأقمة وأنه بإذن الله يطبق القانون وما يبقاش لي دعوة خلص بروح البروتوكول يعني أتمنى أنه ما يعودش مع الكابتن عصام عبد الفتاح يعني أنا باحترمه والله وبأضباره جدا لكن يعني أتكلم على المفاهيم بتاعت الكابتن عصام عبد الفتاح مش موجودة في الكورة يعني فأتمنى أنه ما ياخدش روح البروتوكول ولا الكلام من ده في المباراة يعني إن شاء الله يكون موفق يعني الماضي عايزين منه عدالة فقط لا غير ما بين فرقتين كبار جدا بحجم الأهلي والزمالك إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة اشتركوا في القناة